بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة فقال لي يا سلم ألا تبايع قلت بايعت في الأول قال وفي الثاني ما هو المراد من هذه الشجرة وما المراد بالبيع على الموت ولماذا خص سلم بالأكوع ببيعتين فرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحج هذا البيت إلا في حجة الوداع مع أن الصحابة ذهبوا يبحثون عن هذه الشجرة ليتبركون بها بل كيف يقوم سيدنا عمر بخطاب بقطع هذه الشجرة وهو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبرك بمقام سيدنا إبراهيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر